بسم الله الرحمن الرحيم وبعد الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك وكل عام أنتم بخير وتقبل الله طاعتكم نستكمل رحلتنا في شرح أحكام التجويد وفي ختمة تصحيح التلاوة إن شاء الله النهاردة هنأخذ الآية رقم 4 و5 بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون نفس الكلمتين تم تصحيحهم في الآية رقم 3 أتمنى ترجعوا لها لأن فيها كلام مهم خاصة الهمزة الساكنة لكن أبرز الأخطاء الشائعة فيها هو تبديل الزيال بزاي فننتبه أن ما حدش أقول الذين نقول الذين ننتبه لعدم قلقلة الهمزة الساكنة البعض يقرأها باهتزاز يقول يؤمنون وهذا خطأ طريقة صحيحة لقراءة الهمزة الساكنة وعلاج هذا الخطأ الشائع فيها وهو القلقلة تم شرحه في الآية رقم 3 أتمنى ترجعوا لها ضروري نقرأها بطريقة صحيحة وهي بانغلاق الحبلين الصوتيين تماما يؤمنون طيب نجمل التصحيح أنا حبيت أكتب الآية كلها ونشوف إيه الأمور المشتركة في جميع الكلمات ننتبه للحركات أولا في جميع التلاوة الفتح والضم والكس ننتبه كويس جدا لتحقيق الحركات بطريقة صحيحة نيجي نشوف هنا عندنا فيه مدود طبيعية عندي حرف الياء حرف الواو ما الطبيعي الواو هنا كمان يبقى هذه المدودة الطبيعية هي حركتين في الوصل ولكن إذا وقفت حتكون إيه؟ حتكون مد عارض اتنين أربعة ستة حركات هذا عند الوقت إليك هذه الياء لست ياء مادية هي ياء لينة وكلمنا عنها كتير يعني في الوصل مفيش فيها مد تقرأ زي ياء زي أي حرف ساكن مفيش أي مقدار زمن طويل أما إذا وقفت عليها إذا وقفت تبقى اتنين أربعة ستة تبقى مد لين زيها زي المد العارض طيب بما إذا وقفت عليها حتكون مد طبيعي حركتين بما أما إذا أكملت حيكون فيها حكم آخر حنشوفه دلوقت بما أنزل وهنا كمان بما أنزل ألف مدية وفوقها علامة المد الطويل هذه علامة المد الطويل يعني إيه مد طويل؟ يعني أكثر من حركتين إذا كنت أنا بمد طبيعي حركتين حيبقى هذا المد الطويل الذي فوقه هذه العلامة بيمد أكثر من حركتين يطرغ ليه ما السبب الذي يجعلنا نمد المد الطبيعي أكثر من حركتين لم ي無فيش عندي غير سببين الأول إن يكون بعد المد همزة السبب الثاني إن يكون بعده حرف ساكن في هذه الحالة أمد حرف المد مد أكثر من حركتين هذا حرف المد هو ألف مين كمان حروف مد غير الالف الواو والياء يبقى حروف المد عندي الالف والواو والياء اذا شفتهم هما الثلاثة عليهم علامة المد همدهم اكتر من ايه من حركتين هذا المد اسمه من شكله حرف المد في اخر الكلمة الاولى وسبب المد اللي هو الهمزة موجودة هو عندي بس في اول الكلمة التانية يبقى اسمه ايه المد ده اسمه منفصل لانهم منفصلين مش في كلمة واحدة منفصلين في كلمتين بنمدهم مقدار اتنين اربعة خمسة يعني يجوز ان انا ممدهم خالص اخليه مد طبيعي عادي حركتين بس لو مدته حركتين ده بيسمه قصر المنفصل وليه احكام خاصة به لازم ان اكون مطلعة عليها واطبقها في قصر المنفصل الاية كمان فيها اخفاء تكرر اكتر من مرة عندي اخفاء فيه النون مع ازاي وهنا ايضا النون مع ازاي وهنا النون مع القاف انزل من قبلك هنا الاخفاء جاء في كلمة واحدة وهنا جاء في كلمتين هنا نون ساكنة بعدها حرف ازاي وهو مرقق نون الساكنة بعدها حرف القاف وهو مفخم هل ده حيكون لي اثر في صوت الغنى طبعا طبعا احنا مش اخدنا الغنى في الاخفاء تكون مرققة اذا جاء بعد النون الساكنة حرف مرققة تكون الغنى مفخمة اذا اتى بعد النون الساكنة حرف مفخم حنقرأها ازاي انزل وهنا من قبلك شوفوا الفرق بين الصوتين ان من ان من هنا حرف مفخم فحفخمه او القا من قا من قا الخاء ايضا هو حرف مفخم فحرف الخاء هو مفخم من المرتبة الخاميسة وهي اقل مراتب التفخيم وهي المكسور ليس معنى ذلك انه سيصبح مرقق ابدا هو بزال صوته فيه تفخيم فلما اقرأه ادينه مرتبته ما احاولش ارفعه المرتبة اعلى تحرزا وخوفا من الترقيق يعني ما تقرأش وبالاخي خي لا خي خي وبالاخي هذا ليس ترقيق كذلك حرف القاف هو مكسور نفس الكلام عن الخاء طيب فيه تفخيم تاني عندي نعم فيه تفخيم تاني عندي الراء الراء مفتوحة اذا هي مفخمة فلما اقرأها هقول ايه وبالاخيرة متقبلك الباء حرف من حروف القلقلة وهي قطب جد تمام هذه حروف القلقلة شرط القلقلة ان يكون الحرف ساكن لابد ان يكون الحرف ساكن فاذا كانت الباء او القاف او الجيم او الطاء مفتوحة مكسورة مضموعة ما ليش دواء بيها خالص بتكلم عن الساكن فاذا كانت ساكنة بعمل لها اهتزاز في مكانها وفي سكنها فاقرأها قب قب حافل الشفتين بالباء ثم افتحهم مع صوت وليس حركة انتبهوا بقول قب قب ما هو الخطأ الشائع هو ايمالتها الى الفتح او ايمالتها الى الكسر او ايمالتها الى الضم وكل ده غلط فالبعض يقرأها قب خطأ او يقرأها قبي خطأ او لو قبلها ضم مثل كلمة الكبرى يقرأوها الكبرى وهذا خطأ هنا الحرف ساكن ما عملش فيه اي شغل يميله لحالة اخرى او لفتح او ضم او كسر انا كده بحرف في القرآن القلقلة هي اهتزاز لصوت الحرف في مخرجه حالة سكونه هو ساكن ما حدش يحركه وبالاخرة طبعا هذه همزة وصل تسقط في الوصل تمام ثم يليها لام قمرية مظهرة وبالحرفين اللي بعد اللام الهمزة والالف هي محل اه ارتباك عند البعض نكتبهم على جنب كده همزة مفتوحة ثم يليها الف بعض الناس بيختلط عليها امر الالف المسبوق بهمزة عن الالف المرسوم فوق همزة فما الفرق بينهما اولا هذه همزة متحركة بالفتح كأي حرف متحرك بالفتح ا ب ت س ع ق ك نفس النطق العادي حرف مفتوح هنا المشكلة البعض بيرتبك وبيلخبط انه هو هل يقرأها نفس النطق هذه الهمزة يقول ا لا هنا في جزئية ايه هي ان الهمزة مفتوحة الهمزة مفتوحة ولكن بعدها الف مدية هذه الف المدية مقدرها كم مقدرها حركتين يبقى لما حقرأ هنا الموضع ده انا حمد الالف حركتين ده بيسموه مد بدل وبيكون في اول الكلمات مثل كلمة ايه امن بالالف وبالواو او تو وبالياء اي لا فيهم اي لا فيهم فيمكن ان تأتي في الالف والواو والياء ونسميها مد بدل بنمدها حركتين كالمد الطبيعي وهي تلحق بالمد الطبيعي يبقى هنا حنقرأ هذا المقطع بأي طريقة حنشوف الهمزة مرسومة فين الهمزة مرسومة فوق الالف قبل الالف اذا هذا النطق يبقى حمد الالف حركتين حقرأها وبالاخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ننتبه للضم الكسر الفتح مش عيده تاني تمام همو مش همو همو لا همو همو من ربهم هم وليست من ربهم وهنا نفس الحكاية كسر الباق ما قلش من ربي ربي من ربهم أبرز شيء في هذه الآية عندي كلمة أولئك فيها واو وفوق الواو رسمت دائرة مستديرة هذه الدائرة في القرآن الكريم لا تعني السكون كما في اللغة العربية لو تذكروا في بداية أول درس لما تكلمنا عن النون والميم المشددتين وتكلمنا عن المشدد أنه يتكون من حرفين الأول منهم ساكن نبهت على أني أفضل أن يكون رسم السكون مدام بنتكلم عن التجويد والقرآن الكريم يبقى نرسم السكون كما رسم في القرآن الكريم وهو رأس حق صغيرة ولكن في القرآن الكريم هذه العلامة تعني أن الحرف لا يقرأ مش هنقرأه بالمرة فهذه الواو لن تقرأ أما الإيه الضم اللي أنا سمعاه هذا ضم الهمزة بقول أو فأطلع من الهمزة المضمومة على اللا مباشرة أقول أو لا أو لا ولو كانت هذه الواو تقرأ لصارت واو مادية فتقرأ بحركتين أو لا وهذا خطأ هذه العلامة موجودة فوق الواو فقط في هذه الكلمة فقط طبعا لا موجودة فوق حروف أخرى موجودة في القرآن الكريم وبكثرة وبكثرة إن شاء الله لما نوصل عليها هنقلقوا عليها هنا عندي مد علامة مد الطويل اللي قلنا عليها في الآية السابقة ولكن المد مع الهمزة في كلمة واحدة فهذا المد سيكون اسمه إيه مد متصل إنه المد والسبب مجتمعين في كلمة واحدة إذن هو مد متصل همده قد إيه همده أربعة أو خمسة طيب مش ستة لا ستة لما تكون الهمزة آخر حرف مثل كلمة جاء السماء ماء عطاء جزاء سوء إذا كانت الهمزة هي آخر حرف بعد حرف المد ففي هذه الحالة المد يكون مقدار ياربع 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 أما إذا كان بعد الهمزة فيه حرف واحد أو حروف أكثر من حرف فبالتالي بيكون مقدارها أربع أو خمسة فقط طيب على هذه ألف مدية حركتين فيه هنا عندي حكم الإضغام متكرر في موضعين هدى من ربهم نكتبها كده تحت هنا هذه الألف هي لن تقرأ لأنها موضوع من أجل الوقف إذا وقفت على الكلمة هقول هدى وقف التنوين بالفتح بنقوله بألف مدية هدى ولكن هذه الألف رسمت ألف مقصورة لأن مضارع الكلمة ينتهي بياء فالكلمة أصلها هكذا هدى من نونسا كنة بعدها ميم ما الحكم الحكم حيكون إضغام إضغام بغنة أم بلا غنة إضغام بغنة يذهب الجزء اللساني من النون ويبقى الجزء الخيشومي وهو الغنة حركتين نتعلي بعدها من ربهم نونسا كنة بعدها حرف الراء تضغم النون الساكنة في الراء تضغم إضغام بغنة أم بلا غنة بلا غنة إذن ذهبت النون بالكلية فنقرأها هدى من ربهم هنا بغنة وهنا بدون غنة هدى من ربهم الميم الساكنة بعدها حرف الواو ده إظهار إيه؟ إظهار شفوي ننتبه لنظ لإظهار الميم بوضوح كي لا تخفى عند حرف الواو فالبعض يقرأها ويقول ربهم و لأ ربهم و هم المفلحون هنا ننتبه لضم الميم كويس جدا لإن في الغالب الناس بتكسرها وهذا خطأ شائع البعض يقول هم المفلحون النطق الصحيح هم المفلحون الفاء ننتبه لها كويس جدا لأن البعض مش بيبينها في القراءة بالأخص الفاء الساكنة فيقرأوها هم المفلحون هم المفلحون مف أنا ما سمعتش حاجة فننتبه لبيان صوت الفاء هم المف هم المف هم المفلحون هم المفلحون وبكده يكون انت هنا من الآية رقم خمسة من سورة البقرة وإن شاء الله نكمل المرة القادمة الآية رقم ستة أتمنى يكون تصحيح سهل وواضح وأشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته